وفي الحقيقة الرقمنا هو الاتجاه السائد للدولة بكل روافتها ومؤسستها ووزارتها أيضا لتقديم منتج وخدمة تليق بالمواطن المصري وأقل كلفة وأقل وقتا أيضا وما فيش شك أن المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شاهدت تطور كبير في خدمات الدفع الإلكتروني للتذاكر وكمان دور النشر وده شفناه ولمسناه من خلال التطبيق الموجود على الهاتف واللي تم إطلاق الدورة الحالية لمتابعة الندوات أو الكتاب أو دور النشر الجديد اللي تقدم فيه منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب هو ده اللي هيتم الإجابة عليه من خلال ضفتنا اللي منورنا فيه الأستوديو الأستاذة هيبة الخولي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المتحدة لتكنولوجيا المعلومات صباح الخير يا سيدنا صباح النور أهلا وسهلا بحضرتك بداية نحن بدين في الموقع بتاع المعرض من الدورة 52 دي ثلاث سنة لينا وكل سنة بتبقى يعني طبعا بتعاون مع وزارة الصفاحة في تطوير كل سنة عامل سنة اللي أبلى وممثلة في هيئة الكتاب بيبقى فيه استراتيجية للتطوير فإحنا بديننا 52 و53 كان فيه تطوير لخدمات الدفع الإلكتروني الدورة الحالية دي احنا طبعا أطلقنا الموبايل أبليكيشن زي ما حالك تفضلت وقلت اللي هو بيعكس كل الحاجات أو الخدمات الموجودة على الموقع الإلكتروني المعرض بقت متاحة على موبايل أبليكيشن عشان سلط الدخول منها حاجزة تذاكر الإلكترونية منها هل هنا بنا تكلم على حاجز تذاكر فقط ولا بيع وشراء أيضا للكتب المعروضة لدور النشط وبيع وشراء الكتب هي الفكرة أنه إحنا عندنا جزئين للبيع فيه جزء الهيئة متبنية وهي بتقوم بتحويل بعض الإصدارات الخاصة بمكتبة الأسرة اللي هي لها حقوق الملكية الفكرة للهيئة وبعد سلاسل ما ورؤية حاولنا تقريبا حوالي مئة عنوان البيدي أف بيتم تحميله علشان تسير القراءة وفي نفس الوقت كمان من غير مقابل مادي يعني علشان نشر الوعي والثقافة وعملنا موسوعة سليم حسن عملناها برضو بنظام التكشيف الإلكتروني دي كلها بتحمل إلكترونيا كديجيتل الحاجة الثانية تم اتفاقية ما بين الهيئة وما بين البريد المصري الاتفاقية التوزيع للكتب الورقية فالكتب متاحة على المنصة أو على الموبايل أب بيتم شراء كتب دفعها إلكترونيا لأن خدمة الدفع الإلكتروني لشراء كتب مفاعلة وبعدين بعد كده بيتم الشحن بقى والشحن بصراحة بيتم على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل فأي محافظة بريد ثابت بقيمة قليلة برضو لتشجيع القراءة طيب أستاذها لما نجي نقول أن احنا عندنا بورتل كان موجود بقاله أو كان عندنا منصة موجودة وتم تطورها وابتدت تقدم خدمات مختلفة وإطلاق الموبايل أبليكيشن وسهولة التنقل في الموبايل أبليكيشن وفكرة أن الشخص وهو عايز يشوف الكتب يقدر يتصفح كده ويشوف منها بريف أو جزء يعني قبل ما يبتدي يحملها أو يقبل على شراءها ده ساعدنا في أن احنا ننشر الموضوع إزاي يعني من خلال المنصة ومن خلال أبليكيشن ده يقدر يدينا أرقام شديدة الدقة عن الفرق في عدد الزائرين أو عدد الناس اللي قامت بشراء الكتب بالضبط إحنا يعني هنقول إن إحنا مثلا السنة اللي فاتت طبعا الموضوع كان لسه مفاعل بس مش بصفة كاملة فكان برضو حجم المبيعات ما كانش كبير إحنا نتكلم إنه إحنا عندنا زيارات اللي على الموقع الإلكتروني بتاعنا لغاية مبارح كده بالضبط كانت الإحساءات بتقول إن إحنا عندنا 70 مليون زائر على الموقع الإلكتروني الموبايل أبليكيشن برغم إنه هو أتفذل 70 مليون زائر دي بتمثل عدد الزيارات أو أم أم تتحسب يعني كل شخص لديه أكاونت أو حساب فالزيارة الوحدة بتتحسب بشخص أم أين كان عدد زيارات لنفس الشخص بتتحسب زيارة بتتحسب كم مرة عشاندا نعرف السبعين مليون دي بتمثل سبعين مليون دي الزيارات ممكن تكون أكتر من زيارة لشخص واحد بس هي الفكرة أن هي اللي حالك بقى بتتكلمي عليه اللي هو الشق التاني اللي هو الزائر اللي بيخش وبيسجل إلكتروني علشان خاطر يعمل خدمة من الخدمات الموجودة على المنصة فإحنا بنتكلم مثلا أن إحنا دلوقتي تخطينا حوالي 2 مليون زائر على المنصة دول بيسجلوا فعلا وبيعملوا بيستفيدوا بالخدمات المتعدمة سواء كانت تحميل كتب أو شراء بالضبط كده كمان الجوالات الافتراضية لأن إحنا عندنا المعرض كان بادي أنه هو يعمل جولة افتراضية اللي هو بيعمل تكسيد لكل دور النشط أحنا بتكلم على الميتا فيرس اللي هي دي لغة القصر دلوقتي أو العالم كله متجه لهذا الشغل هاي بتكلم عليه جولة افتراضية كميتا فيرس يقدر اللي هو يعمل محاكاة للمعرض كأنه جوه المعرض ولا ده لسه مش شغل لا هو إحنا عملنا المحاكاة للمعرض كانت السنة اللي فاتت كانت معمولة على أنها جولة بسري دي هو التطوير بتاعي استنادي واللي احنا أطلقنا فيه جزء نقدر نقول عليه إنه هو بايلوت احنا عملنا بقى دخلنا دخلنا الجولة الافتراضية على الميتا فيرس اللي هو بقى خلاص قاعد في البيت بس في معرض قاعد في البيت بس في المعرض وهو لو بيبقى عنده النظارة فيه أبليكيشن بيتحمل على النظارة بيبقى هو بيشوف أكينه موجود جوه المكتبة اللي هو عايز يشوفها بيسحب الكتاب بإيده بيقلب في الكتاب بيقرأه فدي بقى هو التطور اللي احنا شغالين عليه يعني لسه يعني أنا أقدر وأنا جوه الجولة دي بالبيتا فيرس اللي أنا أقرأ كم هايل من الكتب ده معناه اللي انتو عاملين أبلود لي عدد كتير جدا احنا حاليا في المرحلة بتاعة البيلوت السنة دي عملنا جزء كبير جدا من إصدارات مكتبة الأسرة وسلسلة ما ورؤيا اللي هو احنا كنا محاولينها بذئفات عملناها بأنه هو يقدر يتصفحها بيمسك الكتاب ويبتدي يقلب فيه يقربوا منه ويعمل زوم عشان يعرف يقرأك وهيس فموجودة وأطلقناها المفروض أن احنا من أول ان شاء الله انتهاء الدورة الحالية للدورة الجديدة نبتدي نشتغل على كم إصدارات أكبر بحيث أن تبقى الجولة الافتراضية فيها غزارة ويبقى الشكل كمان انتهاء أنا عارفة ندين نسخة البيلوت أو الشكل التجريبي معرض الكتاب حجز مكان خاص في الميتافيرس في مدينة تويترا المصرية المطلقة على الميتافيرس وحيبقى له مكان وتواجد وأجنحة ومحاكاة كاملة للواقع بالشخصية اللي هتكون موجودة على الميتافيرس الربط بين الميتافيرس والأبليكيشن والشخص اللي عنده القدرة على استخدام التكنولوجيا ده عام الجذب أن الناس تدخل وتتابع وتشوف الأبليكيشن وتتابع الفعاليات اللي ممكن يكون بعضها بيبث عبر صفحتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو على قناة اليوتيوب لأن مش كل الناس طبعا قادرة تيجي من المحافظات لكن هتبقى حبة أنها تشوف الندوات وتحضارها أو تشوف فعاليات الشارع اللي هي قد إيه جاذبة السنة دي اللي موجودة لعروض المسرحية وعروض الفيلم الشعبية والخاصة بالأطفال اللي موجودة حتى مش داخل الصلاة المغلقة لا موجودة في أرواق المعرض كده هو بالضبط المفروض أن الموقع الإلكتروني بيتم عليه بس الفعاليات بتاعة المعرض وهي بس مش بتخلي الفعاليات بتاعة المعرض متاحة خلال فترة المعرض بس هي الموقع طبعا شغال طول السنة بليه أركايف معمول عليه أركايف فبالتالي ممكن بأي حد عايز ما سمحلوش وقته أن يحضر الفعاليات دي سواء أثناء المعرض أو بعد انتهاء المعرض هو يقدر يخش ويشاهد الفعاليات دي بالإضافة أن كمان في قناة اليوتيوب خاصة برضو بالهيئة بتبقى لها لينك على الموقع يقدر من خلالها يخش يتفرج على كل الفيديوهات المتاحة عليها الحاجة اللي حدفتها بقى اللي هي موضوع الميتا فيرس دي احنا بنشوف أن دي من حاجات اللي هي المفروض أنها تنشر العادلة الثقافية على مستوى يعني جمهورية مصر العربية بحيث أنه عندك مراكز شباب كتيرة جدا عندك مراكز الشباب يبقى جواها مكتبات فيه مكتبات ثقافية موجودة على مستوى المحافظات فهو مجرد أنه يبقى فيه ندارة في كل مركز أو ندارتين بتتيح للقارئ أنه يخش يتطلع على كل الكتب اللي هي مثلا كمان كتب نادرة كتب حالك عايزة تحافظي على الأصول بتاعتها من التداول فحالك مجرد أنها موجودة على الميتا فيرس فمحدش هيلمسها محدش هيمسكها هي مجرد أنها تبقى موجودة وأي حد ممكن يتطلع عليها فهو ده يعني مفروض ده التطور في التكنولوجي للنحية الثقافية يعني يعني زي ما بنا قالت هي نسخة تجربية حتى دي اللحظة لكن عدد يعني مرتدي هذه النسخة ايه تقريبا؟ هو إحنا حاليا طبعا موفرينها في المعرض فقط للي بيحب المشاهدة لأنها برضو تقنية محتاجة شوي التدريب يعني إحنا كنت في الأول متخوفين أن الناس ما تتقبلهاش بس لقينا لو إحنا قررناها مثلا أن إحنا بنقول أن إحنا ممكن حسب الفئة العمرية برضو يعني اللي هيبقى راغب في ده أعتقد الشباب كله الشباب كمان الفئة العمرية اللي هي مثلا بتتعامل مع الألعاب والجيمز لأنه برضو ودي إحنا ممكن هم اللي يدربونا ممكن هم اللي يدربونا دكتور بس ضبط وإحنا مثلا السنة دي وسنة اللي فاتت عاملين مثلا تجربة بالبس بالفي أر للأطفال وبناخد شخصية مثلا زي السنة دي عندنا الكاتب كامل كيلاني هو شخصية الطفل فإحنا واخدين له قصة من القصص بتاعته بناخد منها جزء وبنحطها بنعملها بتقنية الفي أر فالأطفال الجزء ده في جناح الطفل عامل عندهم برضو حالة جذب جامدة جدا وبيخلي الطفل بعد كده بعد ما بيشوفوا القصة بيبقى هو عايز يروح يكمل بقية القصة عشان يعرف في النهاية لأن إحنا واخدين جزء في النص عشان نجذبه إنه يروح يكمل عايز يعرف حصل إيه فهتلاقي حركة الأطفال هم أسرع تعلما مننا في القزء ده الجزء بتاع الشباب طبعا يعني عايزين بقى نحول القصص الثقافية لألعاب فيبقى هو بدل ما هو ماسك موبايل بيلعب جيمز لا هو بي بيلعب وبيتسقف بيتسقف كمان نعمل حاجات لها علاقة بالهوية المصرية عندنا يعني إحنا نجذب الطفل إن إحنا ممكن بعد كده لأنه ده برضو التواجه بتاع الهيئة هي عايزة تعمل منصة خاصة بالأطفال عايزة تعمل تحول كتب الأطفال لكتب تفاعلية فكل بقى الحاجات دي كلها بتخدم بعضها بحيث إن هو الطفل نجذبه بقى نحية الهوية المصرية نعمل له جيمز بشخصيات مصرية حاجات كده يعني إيه تبقى اللي هي علاقة بالبينا يعني جانب من التوثيق المهم أو الحاجة المختلفة برضو اللي حصلت السنة دي تليفزيون المعرض دي حاجة كانت يعني مستحدثة فكرة إن إحنا عندنا أكتر من 500 فعالية ثقافية فأقمتم ستوديو خاص بالمعرض لإجراء يعني مقابلات تليفزيونية للتعليق ولشرح ال500 فعالية مع ال500 شخص وجود أرشيف خاص بهذه اللقاءات اللي أعتقد إن إحنا لما نوثقها حتبقى عندنا أرشيف كبير جدا لواحد من ال500 شخص مهمين جدا على المستوى الفكري والثقافي في بصر والوطن العربي لأن كان عندنا لقاءات من فرنسا ومن الأردن طبعا ضيف الشرف واللقاءات العربية بالإضافة لناس كتير جدا ده متاح على المنصة الهدف إنها يتم تحملها على المنصة ولا ده كله بس على قناة اليوتيوب لا 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 أو بيتخذ بعد يعني خلال فترة المعرض بيبقى البس عن طريق اليوتيوب بعد المعرض بيتخذ اللقاءات النادرة دي لأن دي زي محرك بتقولي كده أرشيف قيم جدا بالعكس هي كمان بتبقى يعني حرك مثلا السنة اللي فاتت إحنا كان عندنا مثلا تصوير مع بعض الشخصيات الشخصيات دي مثلا توفت فبقى التسجيل ده تسجيل نادر ده آخر تسجيل حصل لشخصيات معينة بالصدفة كان حصل في بعض الكتاب فبقى حرك هتلاقي الفيو عليه عالي الطلب عليه عالي فدي بتبقى لا أرشيف فعلا لا الشكل كمان الإخراجي للبقابلات أبريكا بتبقى بقابلات عامة لكن فكرة تخصيص مكان وستوديو بمواعيد فعلا للجزئية دي وبيبقى التصوير والمونتاج فيه بصورة يعني بحيث أنها فعلا تبقى يعني أصل قيم أكيد دكتور ده اللي بنتكلم على خدمات بتقدم من خلال هذه المنصة عاوز أعرف هل المنصة قدمت أيضا خدمات لجمهور من خلال التقصيط للكتب علشان خاطر يعني نحفز الناس بشكل أكبر للقراءة بمحدش بقى ليه حجة بقى لا هو الفكرة أنه خدمات الدفع الإلكتروني كلها بتتم عن طريق الكروت البنكية بمختلف أنواح وحدك عارف أن كل البنوك حاليا على الكروت بتاعتها بيبقى فيها نظام التقصيد فهو أول ما بيتم خدمة الدفع الإلكتروني بتحول على البنك بتاعه بيبقى متاح بالنسباله أي نظام تقصيد هو عامله مع البنك بتاعه بيستفيد من بيعتم أديها دكتور أولاين بيعتم أديها الله ملاحظ لا هو طبعا الإحسائيات بتبقى مختلفة يوم عن يوم بس إحنا يعني وصلين مثلا حاليا تقدر تقول أن إحنا وصلين لحوالي 50-60 ألف جنيه مبيعات مقارنة هي ممكن ما يكونش رقم كبير بس مقارنة بأن الكتب اللي موجودة محطوطة في مبادرة اللي دعم الثقافة الكتب اللي هي بعشرة جنيه وبعشرين جنيه فيعتبر رقم كبير بالإضافة لأنه حجم التوزيع كمان إحنا بنتكلم إن إحنا بيجي لنا شحنات إحنا بنروح أسوان بنروح سهاج يعني مش بنتكلم على القاهرة إحنا كنت العدلة في الثقافة خلاص قفلتيها خلاص شغل المعرض جديد يبتد من دلوقتي المنصة متخيلة إنها السنة الجاية هتقدم إيه مختلفة إحنا إن شاء الله السنة الجاية يعني حارسين على إن إحنا يكون الميتا فيرس اكتملت نكون فعلا عندنا كم من الإصدارات موجود إحنا برضو عملنا مبادرة وده في المؤتمر الصحفي كانت بحضور الدكتورة نيفينيكيلاني إن إحنا بنقول للاتحاد النشرين سواء اتحاد النشرين العرب أو اتحاد النشرين المصريين تعالوا حطوا الكتب بتاعتكم الورقية على المنصة بكميات كبيرة إحنا عايزين نعمل المنصة دي تكون منصة منارة إعلامية بالزبط من الشرق الأوسط بتشعر من قلب القاهرة بالزبط يعني ده التارجت بتاعنا وبالإضافة إن شاء الله إن إحنا ربنا يكرمنا ونعمل إطلاق لمنصة للطفل أكيد إن شاء الله بتوفيق ليكي دمرتنا وشرفتنا الأستاذة هيبة الخولي رئيس القطاع التكنولوجي بالشركة المتحدة للخدمة التكنولوجية نورتين أهلا شكرا مرسي جدا لك شكرا شكرا لك شكرا شكرا